يا جمال وإبداع المصريين النهاردة بنحتفل بعيد الثاني والسبعين للفلاح المصري عيد الفلاح تحية لكل الفلاحين المصريين الحقيقة المصري محب وعاشق للبهجة كده طول التاريخ المتأمل لجدران المعابد حيكتشف كده نقوش الرأس والغنى المرتبطة بمواسم الحصاد مرتبطة كده بتفاصيل جميلة جدا في حياة المصريين الأغاني والموسيقى كان لها دور كبير جدا في حياة الفلاح ده غير طبعا الأغاني اللي اتغنت لمحاصيل كتيرة جدا زي ما شفنا دلوقتي القطن وغيرها حاجات كتيرة كده بتعبر عن فرحة المصري وفرحة الفلاح أصبحت كده كل ما نسمحها أيقونة في كل موسم للحصاد سواء للقطن أو غيره من المحاصيل ومصدر كده للبهجة ما بانتهيش أبدا خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تاريخ الموسيقى والأغاني في حياة الفلاح ده طبعا بمناسبة عيد الفلاح من النقد الفني محمد دياب اللي بنوارنا في الستوديو صباح الخير على حضرتك أهلا وسهلا صباح الخير يا فلاح الأغاني والموسيقى ليها تاريخ طويل وليها جزء مؤثر قوي في حياة الفلاح المصري ويمكن لأن كان مرتبط المحاصيل وموسم الحصاد بموسم الزواج عند الفلاح فكان بيبقى في أغاني خاصة سواء لتيسير عليهم العمل أثناء العمل أو بقى الفرحة اللي بتحصل بعد الحصاد والخير والرزق الوفير اللي بيقى موجود نعم أكيد يعني العمال والفلاحين دايما محتاجين حماس أنهما يغنوا أثناء عملية العمل أو الحصاد يعني وكان بيبقى في أغاني مثلا زي في أغانية شعبية مثلا مشهورة يا حلوة ضم الغلة سبلة وسبلة ويلا لما بيجمعوا الأمح وغنتها فاطمعيد معني هي في الكلور يعني حرفيا يعني وأغاني تانية كتير لكن نقدر نقول مع بدايات القرن العشرين أول من غنة للفلاح أعتقد مع تطور الشهر الغنائي كان الشيخ سيد درويش من خلال المسرح الغنائي في بدايات العشرينات يعني أيام ثور 19 تحديدا هنلاقي مثلا هو عامل غلوة الفلاحة اللي هي حلوة المسماعيل في وسط عيالها طبعا زي الناجة فاطلع لت بجمالها تزرع وتقلع في الغيط وأي رجل نعم الله ينور عليك كمان الحلوة دي قامت تعجم في البدرية برغم أنه لحن العمال الصناعية يعني بس هو بادئ برضو بالفلاحة اللي بتصحى الصبح عشان تعجم وتخبز لبيتها عمل غنوة عن الزبدة الفلاحي غنتها طبعا مونيرة المهدية وغنوة للأولى للإناوي كمان دول عملهم بمناسبة أن المصريين وقتها قطع البضايا البريطانية فكان بيقول المصريين اشترو الزبدة بتاعت بلدكو وقرش بلدكو يروح لخير بلدكو ومش للأجنبي يعني فانطلقت بقى بعد كده تطور بقى الغناء يعني مثلا الموسيقر الكبير محمد عبد الوهاب عمل محلها عشت الفلاح طبعا من أجمل الأغاني كبيرا من التونسي ولو أنه وقتها صخروا من الأغنية يعني الفلاح حاله وقتها طبعا نحن بيتكلم الفلاح في التلاتينات كان حاله سيء جدا فإنه مش الفلاح عايش في نعيم زي ما الغنوة بتقول يعني ومع ذلك هو عمل طبعا ياللي زرعته في بورتقان كمان وعمل كمان أحلى أنشودة الأمح الليلة اللي تعيده طبعا طبعا في أواخر أفلامه كانت جميلة جدا مشاركته فيها الغناء أحلام المطربة الكبيرة طبعا بالنسبة مثلا القطن لقى إحنا سمعنا نورتي قطن للمحمد صادق دي كمان من أجمل أغاني تعملت عن القطن وقعد تقدمها الموسيقى رعا يسماعيل في فيلم الأرض كمان للمخر جيسف شهين سنة 69 ده فيلم كمان مهم جدا علامة من علامات البارزة جدا اللي بتقدم لنا حياة الفلاح المصري وكفاحه كمان فكرة الكفاح هنا حراك قلت النقطة مهمة جدا هي الأغاني دي مصدر للبهجة ومصدر للحماس والكفاح اللي قدموا الفلاح المصري في فصول التاريخ المصري احنا كمان نشوف الفيلم أبو سويلا في آخر الفيلم وهو بقديب يتشبس في الأرض وفي الزرع وعلى خلفية أغنية الأرض لو عاد شاءنا نرويها بدمانة بأصوات الفلاحين ماشا التاريخ الفيلم ده عظيم الحقيقة يعني طب حركة قبل الفصل على طولكم لما نشوف كده أم كلسوم وهي بتغني للقطن والستاذ محمد دي يبقى لينا معلومة مهمة جدا نسمحها منك دلوقتي أنه أم كلسوم في الحقيقة وهي طفلة صغيرة كانت بتجني محصول القطن وكانت بتوفر يعني مليمات لأسرتها عشان حياتها وأسرتها هنا ارتباط حياة الفنان مش بس بالغنى لا بحياته بالأرض الفنان كان مرتبط زي ما بقوله كده مجدود للأرض مش بس غنى لا ده حياة كمان نعم أكيد أكيد الغنوة كانت في المعيدة والمخرج بندرخي الحقيقة أقدم حاجة جميلة أنه نشوف أم كلسوم واقفة بتجني القطن وهي حقيقة كان بتجني القطن يا طفلة وبتغني للقطن المصري طبعا أم كلسوم صوت مصر الحقيقة صوت العظيم صوت العرب كلهم نحن نشوف الغناء للمحاصيل تحديدا يعني احنا عندنا طبعا قلنا الأمح الأمح أهم محاصيل عندنا الأمح والقطن طبعا فيه كمان انشودة القطن غنتها ندرة في فيلم انشودة الفؤاد أو الفيلم غنائي ستاتين وثلاثين الحان برضو الشيخ زكريا أحمد والشعر خليم طران فيه كمان يابو اللبابيش يا أصب يابو اللبايش يا أصب الأبنودي وباليخ حمدية نعم من فيلم شيء من الخوف يعني التركيز كان على المحاصيل الأصلية واللي بتشتهر بيها كانت الزراعة في الوقت ده يعني عندنا شادية مثلا زفة البرتقان طبوس طبعا على الشجر طبعا باليخ حمد والأبنودي طبعا وعينة بلدنا والله ما سمرتي عينة بلدنا نجي واندهلك يا لبلدنا يعني وإحنا نحييها جدا الفناية شادية لأنه وفقت إنها تأغاني أغاني زي كده هي مطربة عاطفية خدت تجربة الغناء الشعبي معاهم أعتقد غانيت حاجة لللمون أه يا لموني طبعا أه يا لموني طبعا تقول دي كانت في فيلم قلوب العزارة يعني لولا الأمح ما كانت حياتنا ولولا القرية ما تعيش المدينة لأخره يقول للراوي يوم الحصاد غنوة جميلة جدا يعني احنا كمان عندنا في غنوة جميلة جدا عملها الشيخ سيد مكاوي زرع الشرائي اختار فق أيدانك واكبر يا زرع الشرائي ده صباحك منور يخضر والخير في اللسائي المجموعة بتغنيها للشهر فؤاد قعود الحياة أغنية عظيمة يعني دي من أجمل أغاني لتعبر عن الفلاح المصري يعني كمان الشيخ سيد مكاوي عمل للشهر فؤاد حداد حيوا معايا الخطوات حيوا مصر الفلاحين تولد مصر الأستوات حيوا معايا الخطوات ودي قدمها سنة 71 ومن نسبة الانتهاء من بناء السد العالي فحفلة اللي اتعمت في أسوان وحضر الرئيس السادات والزعيم الروسي خردشوف وغنية جميلة جدا الحياة حصل تطور في طريقة الغنى من الغنى ليه عيشة الفلاح البسيطة ويهي للمحاصيل ليه بعد الثورة لما يعني الفلاح بقى عنده الأرض وعنده الفددين الخاصة به فددين خمسة غنى العزبي يعني فيه تاريخ من خلال الأغاني التي تقدمت نعم احنا طبعا نعيد الفلاح 9 ستمبر ده اليوم صدر فيه قانون إصلاح الزراعي سنة 1952 يعني بعد قيام صورة يوليو وقال من شهرين وتم توزيع الرئيس جمال عبد النصر وزع عقود الفددين الخمسة على الفلاحين بنفسه يعني في صور معروفة طبعا فتم اختياره يبقى ده يوم عيد الفلاح المصري طبعا كارم محمود غنى ديتني السورة خمس فددين بعد كده لما تعاملت فرق اطردة في نهاية الخمسينات عمل الفددين خمسة الاستعراض لعمل الفنان محمود ردة جميل جدا يعني بعدين احنا بنلاقي فيه عاد تقديمه الفنان العزبي ولا انا متلقبطة أفندي عاد تقديمه كمان محمد العزبي لا هي بتاعت محمد العزبي فددين خمسة مع مولاه لكن فيه غنوة تانية ادتني السورة خمس فددين ده كارم محمود ده كيتأول مصادر قانون إصلاح الزراعي لكن فرقة ردة أسيست 58 تقريبا 59 فحمد العزبي طلب معهم وعملوا الغنوة دي وعملوا له استعراض رقص وتصور للتلفزيون مع الغنى احنا بنقرح كده للتاريخ التحولات كلها في الريف المصري في المجتمع المصري وده حيث اللي نسأل حضرتك بعين بقى الناقد هنا الاي مدى احنا عندنا فكرة التوثيق لهذه الأغاني يعني هل الأغاني دي موفقة في كتب موفقة بشكل سمعي وبصري يعني المكتبة الخاصة بأغاني الفلاحين عندنا اسهمات كده زي ما بقوله نقدية وتوثيقية لها لا الحقيقة انا مصدفنيش دراسات عن أغاني الفلاحين للأسل يمكن الأغاني اللي بتتغنى في الريف لكن الأغاني اللي عملها الفنانين المحترفين في الإزاعة أو في السينما أو في المسرح ما افتكرش انها موثقة يعني لم يصدفني افلاقا دراسة عن الأغاني اللي تقدمت زي كده يعني انا لما كلموني مبارح على الفقرة يعني فعلا اكتشفت ده يعني لما حاولت اشوف أهل فيها حاجات كتب بتعملت أو أبحاث أو بتاع الأسف ما كانش فيه يعني وزي ما احنا جيين بقى نشتغل على الموضوع ده أكيد أكيد لكن زي ما الأستاذة تفضلت أنه فعلا بعد الثورة حصل تحولات احنا بقينا بالذات مع صدور قوانين الاشتراكية وما قبلها أيضا يعني هنلاقي التحولات بقى فيه الغنى للعمال والفلاحين بقى شيء أساسي وصعود نجم المطرب الراحل محمد رشدي في بداية الستينات خصوصا فخوضوا تجربة الغناء الشعبي الغناء الفلاحين والعمال مع الشهر عبد الرحمان الأبنودي والموسيقار بريخ حمدي أسمر أعمال كتيرة جدا مهمة يعني تجربة كبيرة يعني طبعا عندنا مثلا تحت السجر يا وهيبة دي عبد العظيم محمد الليل بيه بينها سعى البيوت وعلى الغطان يعني فيه تعبيرات أجمل من كده فيه غير تحت السجر وهيبة فيه كمان آيا ليليا أمر والمانجا طبط على السجر دي يعني يقول كان فيه ولد منوش بلد غير عيون حبيبته نعسى راح وجاب المهر العرسته ويركب الخير والعصى يعني حاجات الحقيقة يعني خصوصا تجربة الأستاذ الأبنودي عايزة أقول مثلا الأستاذ الأبنودي أول غنوة تتغناله كان قصيدة عامية نشرها نشرها له الشعر صلح جهين في الأرام كان عن دودة القطن بطالب الفلاح أنه هو ينقذ القطن المصري من الدودة ويكافح الدودة وكذا والإزاعة اخترتها وتلحنت وتقدمت في الإزاعة حتى من غير ما هو يعرف يعني فبالذات الأستاذ الشعر الكبير الشعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي احنا بنقدم تحية كبيرة للروح الحقيقة لأنه كان رائد في المجال ده يمكن النهاردة ما لحققناش نتكلم عن الأفلام لكن لحققنا نتكلم عن الأغاني هنحتاج يمكن بارت 2 أو جزء تاني نقدر نتكلم فيه احنا سعيدنا بوجود حضرتك معنا ناقد الفني محمد ياب نورتنا وشرفتنا شكرا نورتنا وشرفتنا سيد محمد ومستنين بقى كتاب كده قريب إن شاء الله لأنه فيه زي ما حركوا قلت نقص في الكتب والتوثيق الخاص بأغاني الفلاحين مستنين من ناقد محمد ياب يتابع عن أغاني الفلاحين نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على الحظ ترجمة نانسي قنقر